النهاردة كمان نذكرى ميلاد الفنانة رجاء عبدو واحدة من الفنانات اللي تقلقوا في فترة الخمسينيات من القرن الماضي بدأت رحلتها الفنية كمطربة ولحن لها الأستاذ عبدالوهاب وشاركت معاها كمان في فيلم ممنوع الحب اشتهرت أكتر بأغنية البستجية اشتاكم من كتر مرسيلي خلونا نفتكر مع بعض الفنانة الجميلة رجاء عبدو اليوم هو ذكرى ميلاد الفنانة رجاء عبدو التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1919 تعتبر رجاء عبدو واحدة من صاحبات الأصوات المميزة التي تألقت في فترة الخمسينيات من القرن الماضي وأشاد بصوتها وإحساسها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب بمجرد سماعه لصوتها حققت رجاء عبدو في بداية مشوارها الفني نجاحاً ملفتاً وذلك بمشاركتها في بطولة فيلم ممنوع الحب الذي قاسمت فيه البطولة مع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب عام 1942 وكانت قبله مرشحة لفيلم الوردة البيضة اشتغرت رجاء عبدو بأغنية البستجية اشتكوا من كتر مرسيلي والتي كتبها أبو السعود الإبياري ولحنها الموسيقار محمد عبدالوهاب حصلت على دور كبير في فيلم وراء الستار مع تحية كاريوكا عام 1937 لتنطلق بعد ذلك في الشهرة بشكل أكبر إلى أن اعتزلت السينما في عام 1950 بعد فيلم حبيب كتير مع كمال الشنوي لكنها عادت عام 1977 بدور ثانوي في فيلم كبري الحياة مع الفنانة مها صبري لكنها شعرت بأنها لم تعد بنفس المكانة حتى قررت الاعتزال بشكل نهائي ورحلت رجاء عبدو عن عالمنا عام 1999 عن عمر الناهز الثمانين عاماً